اللي حاصل مبارح ده بتشوفه قاعدة ولا استثناء كبوة ولا اسلوب حياة بالنسبة لمنتخب مصر بسم الله الرحمن الرحيم انا بهديك الاول على الاحساس المصري اللي انت كلمت بيه يعني احساس الشارع احساس النبض بتاعت الجماهير كلها اللي بترجم مباراة الامس بص انا هقولك على حاجة اللي انت بتسفرج عليه مبارح ده ومش عاجبك هو ما الا احد اسلوب اللاعبين اللي جوه بياخدك باسلوب البطء وبيحط الرتم بتاع اداؤه على الفريق ككل فانت عندك مشاكل في نقل الكرة السريع تريد تتكلم على اللعيبة الزغارة اللي هي بتوفر لك السرعات مش فيه سرعات في الفرقة خالص مشكلة حاجة شفتها مبارح في الاداء المنتخب دي مشكلة لعيبة جوه الملعب فيه رتم واحد بيرايح على ناحية الشمال شوية بل ما يستلم وعايز يعمل البول كنترول ويشوف اللاعيبة ده راكل او اتنين تلاتة في الفرقة مش مؤهلين كانوا في مباراة الامس او مش موفقين غير انهم بلعبوا رتم بطيء جدا رتم بطيء جدا انه بيسمح لفرقة زيتوه قول انت مش معترف بيها تماما باين عليهم السرعة اللي هم بيعملوها انت اللي اظهرت العكاية دي انت لديتهم الفرصة لحاجة زي كده انت لديتهم ملعب يقدروا يستلموا فيه وسرعات يقدروا على الاجناب انهم عايزين يهنددوك ويروحوا كذا مرة او اتنين او تلاتة وهي الحكاية ما تبقاش اكتر من هدف ايو انك هو ممكن انت كانت تعفوا مشكلة كبيرة انت اللي بديتهم فرصة الوجود فرصة الوجود في اداء بطيء جدا موجود في نصف ملعبك اللعيبة اذا كانت تريزي جي او مصافة محمد او احمد سيد زيزو دول لعيبة محتاجين يا ام احمد سيد زيزو بيصنع لك الكرة العرضية اللي بيقدر مصافة محمد على مدار بانها دي لقية اربع احمد سوشو بنتفرج على الكرة دي وبتبقى نجحة جدا ونجحت في طولة افريقيا بالنسبة لزمالك او التريزي جي صائد الاهتاف في منطقة الجزاء واتحرمت بمحمد صلاح اللي كان ممكن يقدم لك السابورت الكبير او في مباراة زيدي وكان يراحك من اول ثاني انما الحمية